في تاريخ الشركات، شركات الطيران تحديدا حول العالم لم يحدث أن خسرت الشركة بقدر خسائرها عندما اصطدمت بجائحة كورونا. هو ليس حادث استضام عادي للطائرات وإنما استضام مع واقع تحاول الشركات، شركات الطيران أن تتكيف معه ولكنها كانت بحاجة إلى الدعم الحكومي. نتناول في هذا العرض أكبر شركات الطيران المتضررة من جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط. بحسب البيانات التي تم الإدلاء بها مقبل هذه الشركات. والبداية حول خسائر هذه الشركات بحسب بياناتها المالية الأخيرة. وخاصة أن معظمها غير مدرج في السوق المالية. وبالتالي نحن بانتظار أن تكشف الشركات عن آخر إفصاحاتها. الشركات بحسب أهميتها وثقال إسطولها في المنطقة. طيران الإمارات تكبدت خسائر في الستة أشهر الأولى من هذا العام. وصلت إلى ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار. وهي أول خسائر مسجلة في تاريخ الشركة منذ نحو ثلاثين عاما. بل أنها استغنت عن أساطيل من طائراتها. وخاصة من فئة الإيربوس ثلاثمائة وثمانين. إذ قامت بتعطيل طيرانها. نتحدث عن طيران الاتحاد الإماراتي أيضا. سجلت خسائر بنصف الأول من هذا العام. وصلت إلى سبعمائة خمسة وثمانين مليون دولار. والعربي للطيران التي تمثل شركات الطيران الأقتصادي. تحديدا خسرت ثمانية وخمسين مليون دولار في تسعة أشهر من هذا العام. هذا بحسب ما أدلت به الشركات عربيا. أيضا نجد في المنطقة طيران المصري. وكذلك شركات الطيران في الخليج. مثل طيران القطرية للطيران. التي تكبدت خسائر بحسب سنتها المالية المنتهية في مارس من هذا العام. هذا آخر إفصاح للشركة. كانت بمليار وتسعمائة وخمسين مليون دولار. بالطبع كون انتهت السنة المالية في الشهر الذي بدأت تتراجع فيه أعمال الشركات. شركات الطيران. وبالتالي أكيد لو أخذناها حتى اليوم ستكون الخسائر أكبر من هذه. تلقت الشركة دعم حكومي يواجه تقريبا مقدار الخسائر التي تكبدتها. أما فيما يتعلق بمصر. والتي تشغل طبعا قاعدة سكانية كبيرة جدا. وتشهد حركة سياحة هامة جدا. فوزير الطيران المصري قام بالتصرح بأن خسائل شركة مصر للطيران. وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه مصري حتى شهر يونيو. ما يعادل 190 مليون دولار أمريكي. نحن نتحدث اليوم عن الدعم الحكومي. ولكن دعونا مصنف بداية قاعدة الخسائر. كيف أثرت على قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط. حركة الطيران في النصف الأول من هذا العام. يعني حتى يونيو. ونعلم جيدا أن موضوع الطيران استمر حتى وقتنا الحالي. مقاعد الركاب تراجعت لدينا بشكل واضح. 53 في المئة. نتحدث عن نسبة الإشغال مقاعد البضائع بحدود 1.8%. رحلات الركاب تراجعت بقرابة 53%. ورحلات الشحن هي التي سجلت لدينا المكاسب. إذ بقيت الدول محتفظة بعمليات النقل البري الجوي والبحري وغيرها. كونها غير ناقلة لعدوى كورونا بحسب آخر البيانات. خسائر في الإرادات تكبدها القطاع 38 مليار دولار. وهي تعادل 53% من إرادات الشركات في الأمي 2019. وهذا يعني أنها محت كل إرادات تقريبا أو رصف إرادات العام الفات. انخفض أيضا متوقع في عدد الركاب. بحسب كثير من المنظمات والمؤسسات. عدد الركاب بحدود 154 مليون راكبه. مستويت ما قبل العام 2009. قبل أزمة المالية في 2009. الآن هي أزمة اقتصادية. وكذلك أزمة مالية. في هذا العام والأثار المتوقعة للخسائر في اقدام 50% من الوظائف. لا تتعلق فقط بمن يعمل في قطاع الطائران. أي الكبات أو قائد الطائرة. وإنما حتى الطاقم الطائرة المضيفات. وغير من يعمل في الخدمات الأرضية. وهي تعادل تقريبا 1.7 مليون ووظيفة. وهو كم هائل من الوظائف. خسروا القطاع. خسائر الناتج المحلي المرتبطة بمساهمة القطاع. في نشاطه الاقتصادية 105 مليار دولار. وهي بحجم المساهمة قبل الجائحة. مقارنة فيها تقريبا هي نصف هذه المساهمة. نتحدث أيضا. دعونا مصنف الخسائر. لاتجاه لخفض التكاليف. كان هو توجه واضح لأغلب شركات الطيران. ولكنها لعبت أكثر شيء على موضوع الركاب. يعني خفض التكاليف غير في الإرادات. والتكلف في الربع الثاني تحديدا. عندنا تقريبا 80% للركاب. الشحن ارتفعت لدينا التكلف الإرادات الكلية. أيضا هناك كانت توجه نحو التكلفة الكلية. نتحدث عن الوقود. الخدمات اللوجستية كان هناك أيضا محاولة للعب على هذا البند. أما العمالة. فطبعا لاحظنا تسريحات واضحة جدا في هذا القطاع. تلقى قطاع الطيران دعم حكومي. تقريبا نستطيع أن نقول سيولة مباشرة للقطاع. تقريبا في المطيقة تعادل 99 مليار دولار. الأجور 40 مليار. وخاصة إذا نذكر جيدا رئيس الأمريكي دونالد ترامب. على الأقل كان يضغط على موضوع دفع رواتب الموظفين في قطاع الطيران. ضرائب الشركات 12 مليار. وتلاها ضرائب القطاع ورسوم الوقود التي وصلت إلى هذا الإجمال. إذن ستبقى شركات الطيران تصطدم مع واقع جائحة كورونا. وقيل بأن هذه الجائحة هي الأصعب على هذا الكيان أو هذا القطاع. وأنها ستعلم عليه مثل الوشم. مثل التاتو. يعني أثارها لن تزول بسهولة.